الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فلا زلنا في سياق آيات سورة مريم حيث نأخذ في هذا اليوم الدرس الثالث من هذه السورة وفي أولها ذكر الله جل وعلا قصة زكريا ويحيا ثم قصة مريم وعيسى من أجل أن يتكلم عن إثبات الولد وعن أن الله جل وعلا غني عن أن يكون له ولد فذكر أن زكريا ولد له الولد بعد كبر سنه ومع كونه عاقرة ومن ثم لا يستغرب أن يرزق الله جل وعلا مريم ابنا بعد أن نعرف أن الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم وقد أوجد أبناء لمن هم كبار في السن ولمن هو عقيم ومن ذلك ما يتعلق بقصة إبراهيم عليه السلام فإن إبراهيم لم يأته الولد إلا على كبر في سنه وكان في امرأته ما كان ولذلك وهبت له هاجر فجاءت أو فحملت بإسماعيل فأمرته زوجته أن يبعدها عنه فأمره الله عز وجل أن يجعلها في مكة ثم إن الله جل وعلا رزق إبراهيم من زوجته سارة ابنه يسحاق مع كبر سنهما ومع كونه سارة عقيما كما في الآية الأخرى حينما قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ كبير مما يدلك على قدرة الله عز وجل على أن يمنح الأولاد لمن بعد إيتيان الولد منه فهكذا لا يستغرب أن يمنح الله جل وعلا مريم ابنها عيسى فيكون من أبنائها قال تعالى في هذه الآيات واذكر في الكتاب أي سنذكر لك في هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم المجتمل على خير الدنيا والآخرة قصة إبراهيم عليه السلام فيما يتعلق بوالده وبولده فلما ذكر الولد ناسب أن يذكر الوالد وإبراهيم كان صديقا نبيها والصديقية مرتبة عظيمة تشتمل على يقين تام وعلم بالله وأحكامه وعبودية لله جل وعلا فكان صديقا وكان نبيا قد نباه الله جل وعلا وأرسل له الوحي ثم ذكر من قصته ما يتعلق بدعوته لأبيه وكان أبوه من عبدة الأصنام فقال إبراهيم لأبيه يا أبتي وانظر كيف كرر إبراهيم هذا النداء من أجل أن يكون ذلك من أسباب لين قلب الوالد فقال يا أبتي لما هنا أتى بصيغة الاستفهام وهو يريد أن يخبره لما تعبد أي تتذلل وتخضع ولهذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا فلا تنفعك ولا تدفع عنك مضرة وبالتالي كيف تعبدها وكيف تعبدها وأنت أشرف منها فأنت تسمع وتبصر وكيف تعبدها وهناك من مخلوقات الله جل وعلا من هو أعظم حالا وأفضل حالا وأحسن ما أعلم منها ثم ناداه مرة أخرى بعد أن أقام الدليل على بطلان عبودية لهذه الأصنام ذكره بأنه عنده علم من الله جل وعلا فقال يا أبتي إني قد جاني من العلم علم النبوة علم بالله عز وجل ما لم ياتك ولذلك أمره أن يتبعه فإنه متى اتبعه دله وهداه على الصراط والطريق السوي المستقيم ففي الأولى بيّن له فساد حاله وفي الثانية بيّن له البديل الذي يكون سببا من أسباب صلاح أحواله ثم ناداه نداء ثالثا فقال يا أبتي لا تعبد الشيطان يقول إن حقيقة عبادتك لهذه الأصنام إنما هي طاعة للشيطان عدوك وعبودية له هذا الشيطان الذي يريد السوى والشر بك وقد أخرج أباك من الجنة ولا زال يحاول أن يجعل ذرية آدم من أهل النار ولذا قال إن الشيطان كان للرحمن عصيا فهو عاص غير مطيع لله جل وعلا وذكر بإسم الرحمن لبيان أن الرحمن قد رحم العباد ومن ثم ينبغي أن يطاع لا أن يعصى ومن أطاع الشيطان فقد عصى الرحمن لأن الشيطان عاص للرحمن ثم نادى نداءا ثالثا بإسم الأبوة من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب لين قلب الوالد فقال يا آبتي وخوفه من العاقبة السيئة التي تكون له إن استمر على عبادته للأصنام فقال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أي أخشى أن تنزل بك العقوبة بسبب عبادتك لهذه الأصنام مع أن الله يرحمك وينزل عليك الخيرات إلا أنك تعبد غيره وإذا كان لك أمر كذلك فيخشى عليك من أن يوقف الله عنك رحمته ونعيمه وبالتالي تكون للشيطان وليا أي سائرا على طريقته مقارنا له في الدنيا وفي نار جهنم يوم القيامة فما كان من والده إلا أن يرد دعوة ابنه ولا يستجيب لهذه الدعوة فقال أراغب أن تعنى لهتي يا إبراهيم فلم يناده باسم البنوة ولم يذكر صلة القرابة بينه وبينه وإنما ناداه باسمه المجرد يا إبراهيم وقال له أراغب أي هل من شانك ومن طريقتك أن تترك ماءنا عليه فكأنه إنما عاب عليه ترك عبوديته للأصنام وترك طريقة والده وقومه وفي هذا تذكير لأهل مكة المشركين من العرب بأن لا يكون من شانهم أن يستدلوا بطرائق الآباء فإن إبراهيم وهو مقدم عند العرب وله مكانته وبيته له منزلته عندهم لم يسر على طريقة آبائه وأجداده لما علم بأن الحق يخالف طريقتهم فكيف لكم يا أيها العرب أن تستدلوا على ترك الحق بكونكم تسيرون على طرائق الآباء وإبراهيم معظم عندكم فقال والده أراغب أي هل مشانك ومن طريقتك أن تترك آلهتي ومعبوداتي والأصنام التي أنا أعبدها فلم يستدل عليه الوالد بدليل مقبول وإنما ألزمه بالتقليد لآبائه وأجداده ثم بعد ذلك هدده بالعقوبة وهكذا شأن المعرضين عن الحق أن يهدد من لم يسر على طريقتهم بأنواع العقوبة فقال لئن لم تنتهي أي إذا لم تترك طريقتك في ترك عبودية الأصنام وإذا لم تترك طريقتك وما سرت عليه من عبودية الله وحده لأرجمنك أي سأخذ الحجارة وأقذفها عليك حتى تموت وحينئذ أمره أن يفارقه فقال له وهجرني مليا أي تركني وابتعد عني لنأقوم بشيء من شؤونك ولنأتولى شيئا من أعمالك مدة من الزمان لعل ذلك يكون من أسباب رجوعك إلى دين آبائك وتركك ما أنت عليه فقابله إبراهيم بالكلام الليّن الحسن فقال سلام عليك أي أرجو أن تكون سالما من هذه الطريقة الفاسدة ومن عبودية هذه الأصنام وأرجو أن يسلمك الله من العذاب الشديد في الدنيا والآخرة ولذلك فإني سادع لك بالمغفرة أن يغفر الله لك ما قابلت به دعوة الحق من الرد وعدم القبول إنه كان بي حفيا فتوسل إبراهيم إلى الله جل وعلا بمكانته ومنزلته عنده ثم قال إبراهيم وأعتزلكم أي أترك عبادتكم التي تعبدون بها أصنامكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي بدعاء العبادة بأن أعبده وحده وبدعاء المسألة فأطلب من ربي حوائجي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فإن من دعى الله فإنه مفلح في الدنيا والآخرة متى كان موحدا من أهل الإيمان والتقوى وحينئذ علم إبراهيم أن الدعوة التي يدعو الله بها ستكون من أسباب سعادته ولكن لا يلزم أن يستجاب للإنسان في دعوته فإن الله جل وعلا قد يعلم من حال العبد أن الخير والصلاح له في عدم إجابة دعوته ولذا لا يستدل على إنسان بضعف حاله لعدم إجابة دعوته فلما اعتزلهم وتركهم وذكنا ذلك بعد أن ألقي في النار وما يعبدون من دون الله يعني الأصلام التي تعبد من دون الله حينئذ عوضه الله جل وعلا بأن وهب له ذرية إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب والذي يظهر أن إبراهيم عمر طويلا حتى شاهد ابن إسحاق وهو يعقوب ولذلك صدق عليه أن الله قد وهبه يعقوب كما وهبه إسحاق ولم يذكر هنا إسماعيل لأن إسماعيل نشأ في مكة ولم يكن تحت عين إبراهيم عليه السلام ودرعا لما قد يظن من الظنون الفاسدة أفرد إسماعيل بذكر وحده بعد هذه القصة قال وكلا جعلنا نبيا أي جعل الله إسحاق ويعقوب أنبيا عليهم السلام وهكذا كانت النبوة تتوارث في بني إسرائيل كلما هلك نبي قام آخر ووهبنا لهم يعني أن الله جل وعلا أعطاهم بفضله ورحمته خيرا عظيما وجعل لهم لسان صدق علي فلا زال الناس يذكرونهم بالخير ويدعون لهم ويثنون عليهم ويذكرون مآثرهم ولذا لا زال لسان الصدق الذي يثني عليهم مستمرا في الناس يعلي مكانتهم ويعرف بمنزلتهم ولما ذكر الله جل وعلا قصة عيسى وإبراهيم وهم من أولي العزم وهما ممن يتبعهم من في الأرض في ذلك الزمان ناسب أن يذكر موسى عليه السلام لأن طائفة من أهل الأرض يسيرون على طريقته فلذلك قال واذكر يا قارئ القرآن في الكتاب أي في هذا القرآن العظيم المجتمل على خيري الدنيا والآخرة نبي الله موسى عليه السلام فإنه قد كان مخلصا أي خلصه الله جل وعلا من المحن الشديدة وأنواع الفتن التي سارت عليه في حياته فمرة خلصه من وعد فرعون بأن يقتل أبناء بني إسرائيل حين ألقته أمه في اليم وخلصه الله من الغرق لما ألقته أمه وخلصه الله من فرعون أول أمره حينما هم بقتله لما وجدوه وخلصه الله من القبط حينما قتل فيهم من قتل فهموا بقتله وخلصه الله لما سار في البراري إلى مدين وخلصه الله في مدين عندما جاء لذلك من رجل الصالح وخلصه الله من فرعون حينما هم بقتله بعد أن جاءه داعيا إلى الله جل وعلا وخلصه الله من فرعون عندما لحقه بقومه وخلصه الله من البحر حينما شق أفواجا عظيمة ولذلك قد خلصه الله من محن عظيمة وكذلك هو من أهل الإخلاص فنيته خالصة لله جل وعلا فهو مخلص كان مخلصا وكذلك كان رسولا نبيا فالرسول من أمر بتبليغ الشرع والوحي الذي جاء إليه وقد قيل بأن الرسول من أتى بشرع وديانة جديدة وأما النبي فمن جاءه الوحي ولم يأتي بشرع جديد وهكذا تفضل الله جل وعلا عليه بأن ناداه من رب العزة والجلال وخاطبه من جانب الطور الأيمن والطور الجبل المشهور في سيناء والأيمن يعني على يمين موسى حينما جاء ذاهبا من مدينة إلى مصر وقيل بأنه أراد اليمن والبركة في ذلك الطور قال وقربناه نجيا أي جعلناه قريبا حينما ناديناه وناجيناه مناجاتا عن قرب ووهبنا له أي تفضل الله عليه ومنحه هبة أن جعل أخاه هارون نبيا من الأنبياء يسير على طريقة موسى في شرعه ثم ذكر جل وعلا إسماعيل وهو أبو للعرب وذلك أنه لم يذكر في قصة إبراهيم فناسب أن يفرد بالذكر وحده وأشار إلى وجود الذرية التي كان يأمرهم فقال واذكر في الكتاب أي القرآن العظيم نبي الله إسماعيل إنه كان صادق الوعد فلم يكن من شأنه أن يخلف المواعيد لا ما يعقده مع الله ولما يعقده مع عباده ومن صدقه في الوعد أن أباه حينما رأى أنه يذبحه في المنام سلم نفسه ومكن والده من أن يذبحه لأن رؤي الأنبياء وحي من عند الله وكان إسماعيل رسولا نبيا قد قد جاءه الوحي وأمر بتبليغ ذلك الوحي وظاهر ذلك أن له شريعة مستقلة ولهذا السبب أفرد إسماعيل بالذكر لأن له شريعة مستقلة بخلاف إسحاق ويعقوب فكانوا يتبعون شريعة إبراهيم تماما ولذا كان من شأن إسماعيل أن يعظم البيت وأن يحج البيت وأن يؤدي عنده الصلوات وكان إسماعيل أي من طريقته التي استمر عليها أنه يأمر أن يرغب ويحث أهله حثا جازما وأهله زوجه وأبناءه بالصلاة والزكاة بدفع شيء من أموالهم وكان عند ربه مرضيا أي قد رضي الله عنه وأرضاه واذكر في الكتاب إدريس هو نبي من أنبياء الله اختلف في زمان بعثته إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أي أعلى الله جل وعلا درجته وجعل له منزلة رفيعة وبعضهم يقول بأنه قد رفع إلى السماء ومثل هذا القول يحتاج إلى دليل وبرهان ثم قال تعالى مثنيا عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم أي تفضل عليهم بالنعم الدنيوية والأخروية فأتاهم النبوة وجعل لهم الذكر الحسن وأعلى درجاتهم في الآخرة وتكفل بأمورهم الدنيوية فأنعم الله عليهم من النبيين ثم ذكر سلالتهم فقال من ذرية آدم فإن بني آدم فإن البشر كلهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح فنوح والد ثان للبشر وقد أنجى الله نوحا في يوم الفيضان ويوم الغرق بينركب في السفينة ولذا قال وممن حملنا مع نوح ثم ذكر إبراهيم وهو أب ثالث لذرية لأمم الأنبياء ثم ذكر إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وممن هدينا أي هؤلاء الذين تم ذكرهم هم ممن هدى الله وأرشدهم إلى طريق الحق واجتبينا لا يختارهم الله واصطفاهم إذا تتلى عليهم أي إذا قرئت عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً أي أطاعوا لها وأسلموا وأذعنوا لها وكان من شأنهم أن يخروا بأن يسقطوا من علون إلى الأرض سجداً لله جل وعلا يبكون من خشية الله سبحانه وتعالى فهذه آيات عظيمة فيها عدد من المعاني والحكم فمن فوائد هذه الآيات فضل إبراهيم عليه السلام ومكانته عند الله عز وجل حيث أثنى الله جل وعلا عليه وذكر عنه بأنه صديق النبي ومن فوائد هذه الآيات علو مرتبة الصديقية وأنها منزلة عالية وفي هذه الآيات أن الإنسان ينبغي به أن يختار الألفاظ اللينة السهلة في دعوته إلى الله كما فعل إبراهيم معا به ومن فوائد هذه الآيات أن المدعو إذا كان قريباً للداعي فينبغي به أن يذكره بصلة القرابة بينه وبينه ليعلمه بأنه مشفق عليه وفي هذه الآيات بطلان عبودية الأصنام والأوثان لكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر وفي هذه الآيات دلالة على إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا وأنه يدفع الضر عن أوليائه ويقدم النفع لهم وفي هذه الآيات التذكير بأن العلم قد يأتي للأبناء وإن لم يكن الآباء على علم بذلك وفي هذه الآيات أن كبر سني الرجل لا يعني أن الحق معه دائما وكون الشخص له حق في بر أو صلة لا يعني أن تترك دعوته إلى الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن من عصى الله أطاع الشيطان ومن عبد غير الله فهو في الحقيقة عابد للشيطان وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا هو المتفضل المنعم فهو الرحمن ومن كان كذلك فينبغي أن يعبد وفي هذا دلالة على إبطال عبادته الأصنام حيث أنها لا رحمة لديها بل هي لا تدفع عن نفسها ضررا فكيف تدفعه عن غيرها وفي هذه الآيات تحذير الإنسان من صرف العبودية لغير الله لأن ذلك من أسباب نزول العقوبات في الدنيا والآخرة وفي هذه الآيات أن المعرضين عن الدعوة يقابلون الدعاة بالجفاء لكن لا ينبغي أن يكون هذا صادا للدعاة عن الاستمرار في دعوتهم إلى الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن عمدة دعاة الباطل على شيئين أولهما تقليد الآباء والأجداد وثانيهما التحذير من إنزالهم للعقوبة بمن يخالف طريقتهم فهذا هو شأنهم ولم يعلموا أن الله هو المتصرف في الكون وأنه سبحانه يدافع عن الذين آمنوا وفي هذه الآيات شفقة المؤمنين بأقربائهم حتى ولو كانوا مشركين بحيث يأملون من الله أن يهديهم وأن يرشدهم للصواب وأن لا يمكن الشيطان من إضلالهم وفي هذه الآيات الدعاء بالمغفرة للمشرك والكافر إذا كان حيا بمعنى أنه يرغب في أن يتوب ويهتدي للإسلام فتغفر ذنوبه كما قال تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وأما إذا مات الكافر على كفره فإنه لا يجوز أن تدع ندعو له بالمغفرة كما قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرى منه إن إبراهيم لأواه حليم وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن العبد يحذر من طريقة المشركين ومن عبادتهم لغير الله جل وعلا وفي هذه الآيات اكثار العبد المؤمن للدعاء لدعاء ربه سبحانه وتعالى بما يحقق له الخير والنفع في آخرته ودنياه وفي هذه الآيات أن من كان من أهل الدعاء فإنه لن يشقوا فإنه لن يشقى بل سيكتب الله له الخير والسعادة بفضله وإحسانه وفي هذه الآيات أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فلما ترك رفقة قومه المشركين عوضه الله بأن وهبه الأولاد الصالحين وفي هذه الآيات فضل إسحاق ويعقوب وأن الله قد جعل لهم النبوة وقوله ووهبنا لهم يعني لإبراهيم وإسحاق ويعقوب من رحمتنا وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يمتنوا على بعض عباده بأن يجعل لهم السناء الحسن إلى يوم القيامة فيكون هذا من أسباب الدعاء لهم ومن أسباب ذكرهم الذكر الطيب ومن أسباب اقتداء الآخرين بهم ومن ثم يزداد أجرهم لكثرة من يقتدي بهم وفي هذه الآيات أن من أثنى عليه الناس بدون طلب منه ولا قصد لهذا الثناء فإنه لا ينقص ذلك من أجره شيئا وفي هذه الآيات فضل موسى عليه السلام وما آتاه الله من النعم فمن ذلك أنه خلصه من أنواع الشرور والمضائق ومن ذلك أنه امتن عليه بمقام الرسالة والنبوة ومن ذلك أن الله تفضل عليه بأن خاطبه وناجاه ومن ذلك أيضا أن بدء نبوة موسى عليه السلام حينما كان في جبل الطورة وفي هذه الآيات تفضل الله على موسى بأن جعل أخاه هارون نبيا من الأنبياء وفي هذه الآيات دلالة على التفريق بين الرسول والنبي فإنه ليس كل نبي رسولا كما يقول ذلك أهل السنة خلافا لبعض الفرق من المبتدعة ويدل على ذلك أن الله جل وعلا كرر أو ذكر هذا الوصف بعد ذاك فقال رسول النبي ولو كان اللفظان يدلان على معنى واحد لما كان لتكرار اللفظ فائدة ويدل على ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي كما في سورة الحج وقد اختلف في التفريق بين النبي والرسول فقال بعضهم الرسول يأتي بشرع جديد بخلاف النبي فإنه يكون موافقا لشرع من قبله وقال آخرون بأن الرسول أمر بتبليغ الدعوة بخلاف النبي والأول وأظهر وفي هذه الآيات فضل إسماعيل عليه السلام وثناء الله عليه وفي هذه الآيات الترغيب في أن يصدق الإنسان في المواعيد فلا يخلف معاداً بل يفي بالعهد الذي عقده على نفسه لله أو لعباده وفي هذه الآيات ترغيب الإنسان بأن يتفقد أهله في الواجبات الشرعية وخصوصاً في أمر الصلاة والزكاة وفي هذه الآيات إثبات صفة الرضا لله جل وعلا فالله سبحانه يرضى كما قال لقد رضي الله عن المؤمنين الآية وكما قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وفي هذه الآيات فضل إدريس عليه السلام حيث نوه الله بذكره في هذه الآيات وأخبر أنه كان صديقاً نبياً وأن الله قد رفعه إما على منزلته بكثرة طاعته وإما رفع بدنه وفي هذه الآيات أن هذه الطريقة طريقة من أنعم الله عليهم بإنزال الوحي وبكونهم على طريقة الحق والهدى وفي هذه الآيات بيانوا أن طريقة الأنبياء في التوحيد واحدة فهم سائرون على منهج واحد بعبودية الله جل وعلا وحده وفي هذه الآيات فضل آدم ونوح وإبراهيم وإسرائيل عليهم السلام حيث جعل الله جل وعلا هؤلاء الأنبياء شعاراً لأنبياء الله الصالحين وفي هذه الآيات أن الهداية بيد الله جل وعلا يهبها لمن يشاء من عباده ولذا لا زال أهل الإيمان يدعون الله جل وعلا بأن يهبهم الهداية فهم يقولون دائماً وأبداً إهدنا الصراط المستقيمة وفي هذه الآيات أنه ينبغي لإكثار من قراءة الآيات القرآنية تتلى عليهم أي تقرأ عليهم آيات الرحمن وفي هذا بيان أن من أسباب نزول رحمة الله بالعباد أن يكثروا من قراءة القرآن وأن يتمسكوا به وأن يسيروا على هديه وفي هذه الآيات مشروعية السجود لله جل وعلا بما يتضمن سجود الصلاة ويتضمن سجود التلاوة ويتضمن سجود الشكر وفي هذه الآيات استحباب أن يكون السجود من علو بحيث يسجد لإنسانه وهو واقف ولذا قال خروا وهذا إنما يكون لمن أتى بالسجود من حال القيامة وفي هذه الآيات فظيلة البكاء من خشية الله عز وجل وأن ذلك من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير واجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يجعلهم هداتا مهتدين اللهم أعد هذه الأمة للتمسك بشرعك والسير على هدي نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة اللهم هب لنا لسان صذق عليا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ذرياتنا واجعلهم محافظين على الصلوات والزكاة برحمتك يا ذا الجلال ولي كرام كما نسأله جل وعلا أن يعمر الأرض بالتوحيد والسنة وأن يبعد عنها الشركة والبدعة بفضله وإحسانه اللهم أعمر الديار بطاعتك اللهم أبعد عنها معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقوا لا تأمورنا لكل خير واجعلهم هداة مهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين